موسيقى نهاردة كان في مكتب تنفيذي للنادي الاهلي ومن خلال هذا المكتب التنفيذي تم عقد اجتماع مهم جداً الحياة برئاسة الوزير العمري فاروق نائب رئيس النادي الاهلي لمناقشة عدد من الملفات المختلفة واستعرض المكتب خلال جلسته اللائحة الخاصة بالتنس والمقدمة من إدارة النشاط الرياضي كما استعرض أيضاً تقريراً خاصاً عن تطورات مشروع البطل الأولمبي والأنشطة التي سوف يتم تنفيذها خلال الفترة القادمة مناقشة المكتب آخر استعدادات الخاصة باستضافة النادي لبطولتي كأس السوبر الإفريقي وكأس الكؤوس لكرة اليد واعتمد المكتب التنفيذي للنادي الاهلي في جلسته بعض الأنشطة الخاصة بشهر رمضان المبارك ومنها مسابقة حفظ القرآن الكريم للسادة أعضاء النادي الاهلي